بعد حياة قضاها في الجهاد والعلم رحل المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم إلى مثواه الأخير السيد الحكيم يعد علما من أعلام مدينة العلم والعلماء النجف الأشرف وحوزتها المباركة ومن المراجع الأربعة الكبار ولد السيد الحكيم في مدينة النجف الأشرف في الثامن من شهر ذي القعدة من العام 1354 هجرية الموافق للعام 1936 ميلادية منعته حكومة البحث من السفر منذ أوائل تسلطها على العراق وقد استمر منع السفر ساريا ولم يرفع إلا بحدود عام 1974 حيث سمح له بالسفر لحج بيت الله الحرام وبعد فترة عاود قرار منع السفر والمراقبة الشديدة ليستمر إلى باقي سنوات حكمهم العجاف كما مر السيد الحكيم بمعاناة كبيرة تمثلت في اعتقاله من قبل النظام البحثي المباد في العام 1983 مدة ثمان سنوات تلقى فيها صنوف التعذيب كما أقدمت السلطات على إعدام 16 فردا من أسرته في ميدان العلم كان للمرجع الكبير سفر خالد في ميادين الحوزة العلمية وحلقات تدريس العلوم الدينية ورعاية المنظمات الاجتماعية التكافلية فضلا عن مقارعته النظام المقبور ودعمه وإسناده للحركة الجهادية في العراق خلال معاصرته المراحل الصعاب الشداد التي مر بها بلدنا الصابر درس على يد كبار الأساتذة العلماء حيث حضر عند جده المرجع السيد محسن الحكيم ووالده السيد محمد علي الحكيم ودرس عند آية الله العظمى الشيخ حسين الحلي والمرجع آية الله العظمى المحقق السيد أبو القاسم الخوئي ألف العديد من الكتب في الفقه والأصول والرسائل العلمية والعملية التي أغنت المكاتب العلمية منها ما ترجم إلى لغات أخرى وأصدر العديد من الرسائل التوجيهية للمغتربين والمبلغين وطلاب الحوزة العلمية ليختتم حياته في المدينة التي ولد فيها وعاش فيها ليترك رحيله فاجعة كبيرة في العالم الإسلامي